اشتركوا في القناة كرة القدم ولجنة الحكام واخدين قرار بعقوبة على حكم يكون السبب هو الاخطاء الفنية اللي حصلت مش عشان المداخلة طبعا المداخلة ماينفعش جماعة هو ينفع بعد اذن حضراتكم جمهور النادي الاهلي كله معايا في هذا الامر او يسمعني يعني هو ينفع حكم دولي حتى لو على سبيل الهزار لان هو بيقول كده للناس انا بهذر حتى لو على سبيل الهزار يطلع في برنامج ويقول لهم اصلا انا خلاص فاضلي شوية صغيرين واعتزل فعايز اجا اشتغل معاكو او احنا متفقين ان انا اشتغل معاكو هو في كده في الدنيا يا جماعة وعايزيننا نفضل سكتين محدش يتكلم محدش يقول حاجة ازاي يعني هل ده طبيعي يعني هل من الطبيعي ان حكم قاضي جليل يطلع يتكلم على الهواء مباشرة ويقول هذا الكلام؟ لو ده طبيعي يبقى احنا عندنا احنا في حاجة غلط في حاجة غلط اولا لا يصح العملنا المشكلة من سنتين في موضوع مباراة الخمسة تلاتة ايه ان الكابتن محمد عادل بعد المباراة ما انتهت طلع وقال لك احنا بنحتوي يجب ان نحتوي ومن ساعتها الاحتواء بمباركة من الكابتن عسام عبد الفتاح لو تتذكره تيجي بعد كده لا نتعلم من الاخطاء يطلع كابتن ابراهيم نور الدين وعلى الفيسبوك وعلى مداخلة في مداخلة تلفونية على الهواء مباشرة ويقول الكلام انا اصلا ما بتكلمش عن المباراة انا بتكلم بشكل عام بشكل عام ايه يا كابتن وكل الحقائق اللي حضرتك ايه لها هي حقائق غلط جدا بعد ما تأكدت من خبير واثنين وثلاثة في التحكيم انا مش خبير في التحكيم ولكن كابتن ابراهيم بيقول كلام غير صحيح عشان يفسر بي عدم احتساب راكل الجزاء صحيحة مهما تقولي عدت اصل غيرت اتجاه اصل جات من هنا اصل جات من هنا جات من هنا محدش هيصدقك محدش هيصدق الكلام ده لانه انا شايف بعناي الكرة ما بين اتنين لعيبة واحد انا هو رجلي برا واحد داس على رجلي على دي تحتساب راكل الجزاء صحيحة مية في المية فحتقولي ايه يا كابتن ابراهيم معرفش كابتن ابراهيم حكم كبير وحكم وعلى فكرة انا ما بتكلمش على شخصية كابتن ابراهيم نور الدين لانه هناك البعض يقولك ان كابتن ابراهيم نور الدين عنده شخصية تميل الى ان هو يعمل شوء ماشي هو حر يعمل اللي هو عايزه طالما بيدي لكل واحد حقه يعمل اللي هو عايزه ولكن هو انت طالع تبرر ايه يا كابتن ابراهيم طالع تبرر خطأ بخطأ يعني مصر كلها المية واربعة مليون بما فيهم اهلوية وغير اهلوية بيقولوا ان الكرة دي ده في يا جماعة والله العظيم تلاتة في بعض الزملكوية قالوا يا كابتن ابراهيم يعني ما كنت حسبته ما حسبتهاش ليه دي ركل الجزاء واضح انا ما بتكلمش عن الحد لكن انا هنا بتكلم عن تطوير التحكيم ازاي كرة زي دي وطلع يبرر مش هقولك الاولانية لانه هو حط صورة للكرة التانية هاتلي الكرة التانية لو معاك يا سامير اه الكرة التانية قالك هو كابتن ابراهيم جاب صورة تانية وهو وهي جاي على ده ماشي يا سيدي اوكي دي ماشي اعمل اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه فيه لان تحتمل الاتنين لكن الاولانية رجعلي على الاولانية تانية الاولانية دي لا تحتمل حاجة يا كابتن ابراهيم معرفش الله يا كابتن ابراهيم كيف يفكر هو حر يختار ما يريده وعايز يطلع يقول ويتكلم ولكن انا كنت اتمنى ان يكون هناك ايقاف من اتحاد كرة طبعا اتحاد كرة القدم شاف ان الخطأ ده واضح جدا ومليون في المية فعايزين يوقفوه فهو طلع عمل المدخلة وكتب على الفيسبوك وبالتالي حيتم ايقافه ولكن اتمنى ان يكون هناك سرد لاسباب ايقاف كابتن ابراهيم فنيا حتى لو الايقاف ده حصل لانه هل من الطبيعي ان ركل الجزاء واضحة زي دي ما تتحسبش معرفش والاغرب من كده ان محدش عارف لجنة الحكام الحالية شغالة ازاي يعني كابتن محمد فاروق فين اللي هو المفروض كان نائب كلاتنبرجو واصبح رئيسا للجنة الحكام لحين رئيس مؤقت لانه كان هو نائب رئيس اللجنة فلما تيجي تنسى على كابتن محمد فلو يقولك بيعمل عمرة ربنا يتقبل كابتن محمد لكن من يدير لجنة الحكام مين اللي بيعين الحكام مين اللي بيحاسب الحكام اين الخبير الاجنبي برتغالي اسباني ايطالي يا رب يكون من اي حتة ولكن هل اتفقته حيبدأ شغله امتى احنا بنحذر من افساد الموسم السنادي يا ريتي يكون انتحاد كرة القدم اسرع في خطواته بعد اذن حضراتكم لانه اللي بيحصل ده ما يصحش احنا عندنا حكام على اعلى مستوى والنادي الاهلي ده مساند للحكام المصريين ولكن طب يعني ازاي يعني انا دلوقتي لما اجي اتكلم اقول لهم يا جماعة لازم نقف ونساند ونعمل نساند ازاي طيب وهذه الكرة لم تحتسب بعد الرجوع للفار يعني كابتن ابراهيم ما شافهاش اول مرة واللاين مان اللي ناحية الكرة ما شافهاش فكابتن كابتن مصطفى متحت استدعى اللي هو حكم الفار استدعى كابتن ابراهيم وقال له كابتن ابراهيم وجاب له الكرة دي انا جاي باللقتل على الظار فكابتن ابراهيم رجع عليك مش راكل الجزاء برضو فكيف يتم تطوير التحكيم بهذا الشكل معرفش طب حفضل او ساند التحكيم ولكن الناس هتتحك عليها هتقول لي يا عم التحكيم اللي انت بتسنده وكرة زي دي لم تحتسب هطلع اقول احنا عندنا حكام مصريين على اعلى مستوى هيقول لي عم حكام مصريين اللي على اعلى مستوى ايه وهذه الكرة لم تحتسب بعد الرجوع للفار لكن انا هفضل او هذا البرنامج سيظل يساند التحكيم المصري ولكن هنقول على الاخطاء يعني كابتن ابراهيم عمل خطأ مبارح او واضح امام مصر كلها كابتن ابراهيم طالع يبرر هذا الخطأ اتمنى ان هو يعني يتدارك هذا الخطأ خلال الفترة اللي جاي ويراجع نفسه يعني مش